أعلن الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء الأول من أكتوبر تشرين أول ألفين وأربعة وعشرين عن بدء عملية برية محدودة في جنوب لبنان لاستهداف أهداف لجماعة حزب الله اللبنانية وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ غارات برية يستهدف فيها قرى قريبة من الحدود الإسرائيلية موضحا أن الأهداف تشكل تهديدا فوريا للمجتمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل وأوضح أن العملية تم التخطيط لها خلال الأشهر الماضية وتم إطلاقها بعد موافقة القيادة السياسية وقال إن سلاح الجو والمدفعية يدعمان القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة وأكد الجيش الإسرائيلي أن عملية السهام الشمالية ضد حزب الله ستستمر وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني أو جناحه العسكري منظمة إرهابية ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى كما حضرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية